ازاي تستعمل القناة بتاعتنا بتاعت اليوتيوب في التقدم في الجيتار اهلا بيكم النهاردة هنشرح حلقة انا كان مفروض اعملها من زمان بصراحة انا اللي مقصر انا ما عملتهاش القناة بتاعتنا بقى عليها فيديوهات كتير قوي وبقى فيها فروع كتير قوي والناس بتتوه مني سعب بتسألني سؤال عن حلقة انا كنت عملتها قبل كده فبطر رحط لهم اللينك ليها فا اه احنا هنشرح دلوقتي في السريع كده بالزبط ازاي تستعمل القناة بتاعتنا بالذات لو انت لسه مبتدئ على الجيتار وانت مبتدئ على الجيتار ما عندكش جيتار ما عندكش جيتار يبقى عندك من القوائم بتاعتنا قائمة اسمها قائمة الاساسيات قائمة الاساسيات دا تتلاقي عليها كل حاجة اساسية في الجيتار لازم كل انواع الجيتارستات سواء بتعزف اي نوع كلاسيك او اكوستيك او الكتريك متقدم او اه مبتدئ لازم تعرف الحاجات دي فحتلاقي فيها بعض الحلقات عن ازاي تشتري الجيتار بتاعك الحلقات دي تتروح ما بين اه اه خصائص الجيتار اللي انت عاوز تشتريه الى حلقة عاملها انا مخصوص فيها كمان اسماء الموديلات واسماء الماركات اللي انا برشح تبدأ بيها بس هي مش كل حاجة في السوق ولكن هي ديت اللي تقدر تقيس بيها اي حاجة تانية انت هتشتريها سواء كانت نفس الموديل دا او موديل من شركة تانية او نوع جيتار من شركة تانية فدي بداية الطريق بتاعك في انك تشتري الجيتار بعد كده في نفس القايمة بتاعت الاساسيات في فيديوهات ازاي تبدأ على الجيتار ايه التمارين اللي انت تعملها بمجرد ما تشتري الجيتار بتاعك عشان ايدك تاخد على المسطرة وعشان ايدك الايمين تتحرك وعشان لو انت بتعزف بريشة تبقى ريشة بتتحرك برضو كويس اه تمسك الجيتار ازاي ايدك دي تبقى على الجيتار شكلها ايه? واذا جديد تبقى الجيتار شكلها ايه? بالنسبة لكل انواع الجيتارات. فوضع اليدين على الجيتار وكيف تبدأ على الجيتار دي عنوين الفيديوهات اللي هتبقى مهمة ليك في قيمة الاساسيات. قيمة الاساسيات بتحتوي كمان حاجات خاصة بالآآ الادوات البسيطة اللي انت هتستعملها زي الكابو وزي بتاعك. وآآ آآ الجيتار لو بيزن تعمل معا ايه? طب الجدار الانواع بتاعت الجيتار هتبقى ايه? آآ مسلا آآ في حلقات كانت عن معارض بتاعت جيتارات عملتها فتقدر تتشوف العلم الجيتار ايه بالزبط وبيبقى بصفة عامة ثقافتك الموسيقية في الموضوع دوت بقيمة الاساسيات هتبقى مهمة. مع قيمة الاساسيات انت ممكن تبدأ في قيمة النوتا. تعلم النوتا. لان ده ملاش ملوش علاقة بالعملي. يعني تعلم النوتا لازم يبقى فيه جزء نظري في الاول هتحفظ حاجات وهتشتغل على حاجات على تمرينات تقدر تحلها يعني تقدر تقول لها بقة مش شرط وتكون بتعزفها. وبعد كده هتساعدك النوتا تعلم النوتا فضي قيمة النوتا كاملة بعد كده مع الاساسيات عشان تدخل في قسم اسمه القسم على القناة بتاعنا في الكورس بتاع من المستوى التمهيدي بس المستوى التمهيدي مش هيفترض انك انت ما ما تعرفش جيتار خالص لا هتلازم يكون ايدك على اقل ماشي شوية. فانت ابدأ الاول بقيمة الاساسيات والنوتا بحيستعرف نوتا بحيستعرف الاساسيات بعد كده خش في كورس الار جي تي في قيمة الار جي تي. هتلاقي للناس المتقدمين شوية اللي عادة شوية في الجيتار وعاوز يفهم موسيقى. في عندنا قيمة اسمها قيمة الهارموني. قيمة الهارموني دي خاصة بالنظريات. نظريات الموسيقية ازاي? السلالة ماشية ازاي? الدنيا ماشية ازاي? التأليف الموسيقي. القواعد بتاعت التأليف الموسيقي. الكلام ده تأتي. فانت قيمة بتاعت الهارموني هتبقى فيها النظريات الموسيقية. في قيمة بعد كده اسمها السلالم. انا عملت قيمة مخصوصة اسمها السلالم عشان الناس اللي عايزة تركز في السلالم وتتمرن على بتاعت السلالم اللي هي كلها متغطية في كورس الار جي تي بس هو عايز يركز في السلالم بس هتلاقي قيمة مخصوصة بالسلالم. في قيمة مختصة بالاداء. الاداء اللي هو ازاي تعمل راس جياده مسلا بييدك بالجيتار الكلاسيك مسلا. التكنيكات المعينة للريشة. كل التكنيكات اللي هتبقى للجيتار بصفة عامة هتبقى في آآ قيمة الاداء. هتبقى في قيمة الاداء. بعد كده في قيمة من القوائم للاغاني. يعني الاغاني ومخطوعات. لو احنا من اغنية او بنعمل مخطوعة انا ركزتها حتطلقها كلها في قيمة واحدة بحيس انك انت تدخل على القيمة ديت لو عايز تشوف احنا عملنا ايه من اغاني ومخطوعات وبتاعة تخش سهل تلاقي القيمة فيها كل الاغاني اللي احنا عملناهم. في قيمة كمان عملناها الهندسة الصوت. الناس اللي مهتمة بموضوع هندسة الصوت بده لما نعمل قناة تانية لهندسة الصوت. حطينا كل الفيديوهات اللي لها علاقة بهندسة الصوت في قيمة واحدة فالناس المهتمة بهندسة الصوت تخش على القيمة دي تشوف الفيديوهات من الاول الاخر وتشوف ايه اللي ينسبها انها تقدر تبدأ بيه. في بعد كده قيمة للاجهزة او اي جيتارست هيحتاج اجهزة ايه معاها بدلات اه كل حاجة ليها علاقة بالتقنية بالاجهزة بتاعتك والسوفتوير اللي انت هتستعمله والحاجات دي كلها هتلاقيه موجود عندك في قيمة الاجهزة او التقنيات اللي انت هتستعملها في الجيتار بتاعك. اتمنى يكون التوضيح ده اه سهل للناس كتير يتعاملوا مع القناة زي. كل قنوات اليوتيوب المفروض ان فيها ديت او قوائم العرض ديت. تقدر انت تختار القيمة اللي تناسبك لو صاحب القناة ده وتمنظم الموضوعات بتاعت القناة بتاعته تحت هذه القوائم بتسهلك انك انت تدور فيها على بالزبط اللي انت عاوزه. اتمنى اكون وضحت القناة بتاعتنا بتشتغل ازاي? واشوفكو في الحلقات. اشتركوا في القناة